لبنان تراجع لسنة تانية على التوالي هالشي بعود لأنه الاستثمار جامد كلياً ما حد عم يستثمر بالبلد نسبة الاستثمار هي الأدنى من وقت الحرب الأهلية في لبنان الاستهلاك عم يتراجع نتيجة تراجع المدخيل الصافية والدولة ما عم تقدر تعود وتصرف لأنه مقيدة بضرارات تقشفية على صعيد المالية العامة من هون تراجع نتجة محلة إجمالة بالتلت على فترة سنتين وهو لأرقام البنك الدولي لأنه الـ IMF أحجب توقعاته عن لبنان في ثلاث بلدين بالعالم لماذا؟ لنجيجة الضبابية السياسية وحادث اللايقين على المستوى الاقتصادي أحجب عن لبنان وعن سوريا وعن أفغانستان ثلاث بلدين بالعالم ما أعطاهن توقعات وتقديرات لبن سود بس من شاء لما نكون سلبيين أنا أقول أنه اليوم إذا صار في عندنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنعد حدث تاريخي وصار في إصلاحات بنوية وهيكلية ومالية ونقدية وصار في مساعدات من قبل دول المانحة ممكن نرجع لنسبة نمو إيجابية بالبلد ويمشي البلد على ما صار نمو إيجابي لعدد من السنين نعم إلى ذلك بس إلى ذلك أنت عم تحكي عن خطة ما رح تصير إلا بعد الانتخابات وما منعرف إذا رح تصير كمان بعد الانتخابات وإصلاحات نحن ديش إلا منحكي بإصلاحات دكتور مروان من هلأ لوقتها بيحمل البلد هل قد تراجع بالنسبة النمو؟ لا أكيد ما بيحمل أكيد ما بيحمل بس ما فينا إلا نأمل طيب تحدياتنا الاقتصادية قبل ما فوتت على زمين لموريس تحدياتنا الاقتصادية بالعام 2022 شو هي؟ تحديات الاقتصادية متعددة أول شيء وأهمها التوصل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي أقرار قانون الكابتال كونترول السيطرة على التفلط بسعر الصرف بسوق الصوداء موازنة متقشفة للعام 2022 أكتر من هيك شو فيها الموازنة غير رواتب وأجور ونفقات تشغيلية بالكاد دكتور مروان وكمان بدك تزيد الإرادات يعني هوني كمان في عندك هلأ الحكي على الإرادات الدولار للجمرك على سعر صيرفة والتفاق حكي جور قبل شوي أنه كيف تقدر تعمل موازنة اليوم إذا ما وحدت الأسعار بس فيك تبلش فيك تبلش بالإرادات كيف يعني تزيد الرسوم مثلا إذا رفعت الدولار للجمرك اليوم من السعر الرسمي لسعر صيرفة بيزد لك المدخيل للإرادات الجماريك من 2600 مليار ليرة إلى 14000 مليار ليرة يلي قد الإرادات تماماً كان في كلام بهذا الموضوع ما بعرف موريس كان في كلام بس نخاف منه بس دكتور نحن بنعرف أنه اليوم فرض رسومة وضرائب جديدة أو تعديل من الرسوم رفعاً بظل إن كماش حاد نحن فيه بعيداً عن خطة شاملة أكيد بتضر وبتأدي إلى تراجع الاستهلاج ناية المطاف ومنخسر اللي كنا نحن ريدينه من إرادات تحقق بحال رفعنا لي حال إلا باتفاق مع صندوق النقد الدولي اتفاق مع الـ IMF يلي كتير مهم حدث تاريخي بينعاد اليوم كتير مهم أن نوصل لأرضية مشتركة مع صندوق النقد الدولي يلي هو بده يرائب تنفيذ الأصلحات بالبلد وبده عنده تأثير على الدول المانحة بشكل عام هذا الوسيلة الوحيدة للخروج عن من أنه عنده شروط صندوق النقد الدولي عنده عدد من الشروط يعني أهم توحيد سعر الصرف أهم الكابيتال كونترول عندك الإصلاحات عندك الكهرباء كهرباء قطاع المالي قطاع المصرفي وكل ما عملنا الشيفيون عملنا الدعم الدعم صار وراء دهرنا الشغل الوحيدة اللي صارت وراء دهرنا كانت مطلب من صندوق النقد الدولي هو رفع الدعم بس عندك تحديات كبيرة هلأ تفقوا على رقم الخسائر 69 مليئات كيف توزعها؟ توزيع الخسائر في بعض الأفكار اللي عم تتداول على موضوع مثل الخسائر يعني اليوم فعندك خسائر ب69 مليار دولار الهدف أنك تخفض ودائع المصارف بالعملية الإجنبية ب70 مليار دولار من 105 مليار دولار لتوصل لـ 30-35 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر